جملة من المخاوف هي ما يعتر الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب فيما يخص قانون الأمن الغذائي وهو قانون قدم من قبل حكومة تصريف الأعمال وإن رؤيتها لهذا القانون فتح حسابا لا يزيد عن 25 ترليون دينار والصرف يكون وفق الأهمية بدءا من وزارة التجارة لتوفير مفردات البطاقة التموينية والاستيراد محصول الحنطة بالإضافة إلى ضمان دفع مستحقات الفلاحين أما الشق الثاني من القانون فهو البترودولار والمشاريع الاستثمارية لكن مع إضاحات الحكومة للقانون فهو ما زال مثار شك وجدل ومخاوف برلمانين يعتبرها الكثير محقة فهي محقة عندما يساورهم شك بأن هذا القانون مراد منه أن يكون بابا للفساد والسرقة وإنهم خبروا تلك الأساليب في التحايل للاستحواذ على المال العام وهذه المخاوف والشكوك تتعاظم درجاتها عندما يكون ثمة إصرار ملح على تشريع القانون ضمن حكومة تصريف الأعمال الحالية وهذا ما يدفع للتحفظ على تشريعه في الوقت الحاضر أما بالنسبة لقانون الموازنة العامة فهو الآخر لا تتوافر فيه أي مسوغات لإقراره رغم الدعوات التي انطلقت من أفواه نواب بإلزام حكومة تصريف الأعمال في تقديم مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لكن تلك الدعوات رفضت بكل الأحوال لاعتبار إنه مخالف للدستور والقانون وإذا ما حصل هذا فإن الطعن فيه وبقانون الأمن الغذائي عند المحكمة الاتحادية هو مصير هذين القانونين نظرا لحجم الضغط الذي يمارس لإقرار أحدهما